كم فترة يمكن أن تعيش هذه الحكومة تركيبا ربما لم تعهدها إسرائيل منذ عشرين عاما ربما حتى في كل تاريخ إسرائيل لم تكن حكومة من هذا النوع هذا وضع جديد لم يسبق له مثيل لكن إمكانية أن تعيش هذه الحكومة أم لا يتوقف ليس فقط على الحكومة في الواقع يتوقف أيضا على وضعية الخريطة السياسية عموما في إسرائيل وقصوصا المعارضة الصمغ الذي يمسك أحزاب هذه الحكومة هو بن يمين نتنياهو شخصيا نتنياهو يشكل تهديدا اليوم ليس فقط في إطار السياسة اليمينية أو اليسارية ليس فقط في القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيل العربي أو في قضية إيران أو غيرها إنما نتنياهو يدمر عدد من الأسس الديمقراطية للدولة العبرية التي باتت تهدد الكثير من أولئك الذين يحرصون على بقاء قضاء جيد وديمقراطية حقية فهناك خوف وبل فزع من استمرار نتنياهو في العكم بأن يؤدي إلى إفساد الدولة أكثر مما هي فاسدة وأن يقودها من أجل مصلحتها الشخصية في قضية محاكمة الفساد أن يدمر أيضا المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ولكن سيد نظير مجلي نتنياهو حكم لمدة 12 عاما فجأة خرج إلى العلن أنه يرعى الفساد في إسرائيل أين كانت هذه الطبقة السياسية التي كانت في المعارضة في يوم ما من ما يجري اليوم من تحذيرات وعودة مجددا للليكود ليترأس الحكومة الإسرائيلية نعم هذه نقطة ضعف أساسية عند غالبية الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية لأنهم كلهم قدموا تحت كنف نتنياهو وشجعوه وعززوا من قوته لكن وصلوا إلى وضع أنه فاق كل التوقعات في التعاطي مع الحياة في البلاد وسياستها وقضاها الاستراتيجية لخدمة قضيتها الشخصية في أربع انتخابات حاولوا أن يسكتوه لم ينجحوا في إسقاطه نهائيا إلا في الرابعة بهذه الطريقة فقط بهذه الطريقة ولذلك هم بحاجة لكي لا يعود نتنياهو إلى البقاء معهم هذا البقاء من الممكن أن يدوم لفترة طويلة إذا تحققت نجاحات في قضايا معينة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وبالتأكيد الخطر قائم من هذه الحكومة لأنها بقيادة يمين متطرف نفتالبين وقضع سعر هما يشكلان عنصر أساسي في اليمين المتطرف الذي يريد أن ينسف كل فكرة حل الدولتين إذن سيد مجلي في هذه النقطة التمسك من قبل الائتلاف في هذه الحكومة بسبب أن البديل هو نتنياهو ونتنياهو مرفوض من قبل معسكر التغيير كما يوصف في إسرائيل ترجمة نانسي قنقر